سيدنا موسى عليه السلام كان أحياناً يرتبك لسانه لا ينطلق لسانه وأرسله الله لمواجهة يعني أطغى طغاة الأرض وهو فرعون هذا الذي جعل من نفسه إلها قال أنا ربكم الأعلى وكان يقتل الأطفال ويستحي النساء وتحدى الله وأراد أن يقتل رسوله موسى عليه السلام وأذل الناس وجعلهم يسجدون له من دون الله كل هذا الجبروت كان المطلوب من سيدنا موسى أن يواجهه نحن اليوم أيها الأحبة مهما كانت مصاعبنا لن تصل إلى هذا المستوى لذلك الله عز وجل أمره وعلمه دعاء يدعو به لمواجهة الشدائد مواجهة المصاعب مواجهة المخاوف قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي كلمات بسيطة ورائعة ومباشرة أحبتي في الله قال ربي شرح لي صدري بدأ بصدره فطلب من الله عز وجل دعا الله أن يشرح صدره أن يوسع هذا الصدر لينطلق لسانه ليتمكن من الكلام بصورة جيدة ولا يخاف أحدا وبخاصة أنه سيلاقي رجل مجرم هو فرعون بدأ بالطلب من الله أن يشرح له صدره ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري يعني يا رب وجهني في الاتجاه الصحيح اختر لي اللحظة المناسبة التي أدخل فيها إلى هذا الظالم هذا الجبار فأدعوه بالتي هي أحسن واختر لي أنت يسر لي أمري تيسير الأمر أيها الأحبة وحلل عقدة من لساني يعني يا رب عندما أتكلم اجعل لساني ينطلق فلا يرتبك لا يتردد لا يخاف ويختار أفضل الألفاظ لإقناع هذا الطاغية يفقه قولي يعني ألهمني أن أتحدث بكلمات تصل لقلوب وعقول هؤلاء المجرمين الذين سأواجههم وهو فرعون وهامان وجنودهما طيب ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة النتيجة أنه عندما دعا بهذا الدعاء فرعون وجنوده لم يستطعوا أن يفعلوا أي شيء لم يقدروا فعل أي شيء وقفوا عاجزين مكبلين أمام قوة هذا الدعاء لذلك أحبتي في الله وانتصر سيدنا موسى انتصر في النهاية على هذا الطاغية الذي جعل من نفسه إلها فأغرقه الله سبحانه وتعالى وأذله وجعله عبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إذن أحبتي في الله نستطيع أن نستنبط من هذه القصة قصة سيدنا موسى أن هناك سلاحا ينبغي أن تتسلح به في مواجهة مصاعب الحياة مهما بلغت مصاعب الحياة مشاكلك مهما بلغت من التعقيد لن تصل إلى جزء صغير من المشاكل التي واجهها موسى عليه السلام أمام هذا الطاغية فرعون لذلك أيها الأحبة أنصح كل أخ بأن يحفظ هذه الكلمات الرائعة يحفظها في قلبه وعقله ويرددها في أي موقف أي موقف تدخل تريد أن ييسر الله لك أمرا مهما كان قليلا أو كبيرا أو صغيرا أو كبيرا تذكر هذا الدعاء وقل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للقرآن وأن يجعلنا من الفائزين برحمته يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر